خلف جدار متهالك كهذا لا تختزل حكاية أم مطلقة وأطفالها المرضى بالسرطان والأورام والتشنجات يثقل قلبها ويفترس جسمها سرطان الجلد الذي داهمها لتغرق عائلة كاملة في مستنقع الأمراض المستعصية والفقر المدقع معا بعاني من مرض السرطان أنا وأطفالي عندي البنات انشراح مريض كانسر في راسها وعندي أي مريضة قلب وكلاء وأعصاب وتدخم في الكلاء ورم كمان حميدة معايا وعندي أحمد مريض أزمة وكهرباء وتسنجات في الدماغ وأنا برضو بعاني من 2011 مطلقة ومن بعد طلقي أنا برضو بعاني في أطفالي هذه ابنتها انشراح نصف وجه يشوهه ورم الدماغ وعين ستستأصل خلال ساعات هذا إن تمكنت الأم من توفير ما يلزم لرحلة علاج ابنتيها المريضتين بالسرطان انشراح تحكي معاناة الشتاء ولا مأوى في الليل بنطلج بنزكع بنبرد يبنون الوضع لورا عشان براش أخواتي يعيدوني طلبوا طفلة صغيرة لغرفة عزل ملائمة تمنع تدهور حالتها الصحية وتناسب تداعيات العلاج الكيميائي لا يعد أمرا بعيد المنال فيما لو التفت المعنيون لمعاناتها وتحمل كل منهم دوره تجاه الأطفال المرضى وإن كان متأخرا أنا بستغرب أنه أنا بأخذ 700 شاكل في شغول الاجتماعية يعني أول مرة أنا لما ورحت بقيت أخذ 1200 لما ورحت لمر أقبض من شغول الاجتماعية أنا نصعقت برغم من تقارير طبية كلها صعبة عندهم يعني مش تقارير يعني عادية تقارير بالسلطان في غزة ليس بوسعك سوى أن تذرف الدمع على واقع الأطفال المرضى الذين يرزحون بين مطرقة الفقر وسندان الألم في هذه الغرفة الصغيرة المتهالكة أم مطلقة تتحمل مسؤولية أطفالها المرضى وأمنية لطفلة مريضة بسرطان الدماغ تتمنى الحصول على مأوى يليق بالعيش الآدمية إنه نداء في أسماع الإنسانية لعله يلقى إجابة شافية من بلدة بيت حنون شمال غزة نور أبو شباب ترجمة نانسي قنقر